موسيقى مساكم الله بالخير جميعا وحياكم الله في الحلقة الثالثة من سلسلتنا في بودكاست الفرص الضائعة والمخصصة لمناقشة الفرص الضائعة في الاقتصاد الوطني في هذه الحلقة مع ضيفنا في هذه السلسلة أبو عبد العزيز السيد مناف عبد العزيز الهاجري سنناقش بشكل محاولة لمقاربة موضوع فلسفة الإصلاح الاقتصادي سنحاول في هذه الحلقة بناقشتها بشكل فكري وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنحاول أن نضع مع أبو عبد العزيز اقتراحها حول أجندة عملية للإصلاح الاقتصادي في هذه الحلقة سنحاول أن نسولف بشكل كثير عن كثير من الإشكاليات تواجه فكرة الإصلاح وبعدها نحاول أن نطرح بعض القضايا التي تمس المالية العامة للدولة والقضايا المرتبطة فيها مساك الله بالخير بو عبد العزيز مساك الله بالخير دكتور أبو عبد العزيز أنت اشتغلت مساك الله في كل المؤسسات أو كل أنواع المؤسسات في الكويت حكومية شب حكومية خاصة أكيد وكنت دائما في أو في كثير منها قيادي ما واجهت في بعض الأماكن والمؤسسات هذه مقاومة للتغيير أو مقاومة لفلسفة التغيير أو فلسفة أصلاح في بعض المؤسسات لما يتلقيت لك مؤسسة معينة تحتاج لها نوع من التغيير الجذري في طريقة إدارتها صحيح صارت لي الفرصة أني أشتغل مع أماكن وايد بس أنا كريري يعني خبرتي الوظيفية مكانين بس مكانين بشكل رئيسي في مكانين قاعد فيهم سنة بس واحد ثاني ثلاث شهر فما يحدون بس جل وظيف يعني سواء على أي حد لك في مجالس الإدارات في مجالس الإدارات يعني صارت لي الفرصة دائما صحيح في مقاومة للتغيير بس أنا دائما أقول حق نفسي بعد من يقول أن أنا صح ولا أهم صحي كن أهم صح لأن دائما في أي مقاومة في أي جدلية ولا صراع بسيط للتغيير في عندك معسكرين في معسكر الثبات والاستقرار وتبقى الأمور على ما هي عليه وفي معسكر اللي تفضل فيه اللي هو التغيير مع أخذ مخاطر معينة المفروض أنها تكون محشوبة والله يعلم يعني هل تأدي الهدف منها ولا لا أنا من الناس الحقيقة يعني أنا أؤمن بالنقاش المفتوح الحر مع احترام الوقت طبعا وأداب الحديث بس أحب أنه يكون قبل لا أدخل في أي تغيير يكون عندي الحد الأدنى من الأجماع يعني من الأطراف المعنية يعني من مجرد أني أنا هذا شايفة الصح لازم أمشي فيه حتى لو كان عندي سلطة إدارية أعتقد في حد أدنى من الأجماع والتوافق مطلوب يعني شخصية السيئي أو السوفرمان هذه ما تمشي وايد وأثبتت الأيام ممكن أتحقق نتائج عكسية فدائما ودائما أقول أن الفيصل في هالأمور وهو ما يسمى بقواعد اللعبة في كل شيء أو أفضل الممارسات يعني أنا أي وفي رأي تصور معين على مكان لازم يدارب طريقة بس لازم يعني أبذل وأنفق قدر معين من الوقت عشان أتأكد أن اللي قبله يمكن حاولوا يسويوا نفس الشيء وما توفقوا ففيه خزينة ذاكرة مؤسسية معينة أحاول ألجأ لها فنرجع إذا صار فعلا بما لا يدعو مجالا للشك أنه في حاجة واضحة للتغيير عاد هنا عاد يعني هذه يمكن تأخذ لها شهرين ثلاثة ستة بس أكيد مو أسبوع وسبوعين يعني واللي قاعدين نقومون شريه غلط فمحتاج تعتقد التغييرات المستمرة اللي قاعد تأتي مع قيادين بشكل لازم يأخذون وقتهم أنا ما أعدي كل واحد له منهجة بس يعني مثلا استكلمنا عن الإدارة العامة ما في حاجة للتغيير بس التغيير لازم يكون مدروس ولح قاعد بس خلنا نقول مثلا نفرض أنه في درجة معينة من الاستقرار وأنه عقب شهرين ثلاثة أول مئة يوم بدأ فعلا في أجندة التغيير لازم يشرك فيه ناس ويا يعني من أصحاب العلاقة الموظفين الأكبار مجالس الإدارة على فكرة على طاري مجالس الإدارات أنا عندي ملاحظة يعني موجودة في القطاع الخاص وفي القطاع العام ترى فيه تركيز بالصلاحيات بين الرئيس ورئيس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من السدارة عليكم مسلوب يعني يعني ما بيأقول يعني إذا كان فيه رقابة وفيه ما يسمى بالحوكمة ومحاضر ومتابعة للناس يعني أصحاب العلاقة لطريقة عمل يعني الجمعيات العمومية وطريقة عمل مجلس نعم يعني هذا زين بس ساعات تشوفها مثلا في تركيز وايد بالصلاحيات بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والبقية يعني لازم يبذلون مجهود استثنائي وهذا فيه هدر للإمكانيات يعني ساعات يستدعون ناس مثلا أصحاب خبرات ومن القطاع الخاص ومن غير القطاع الخاص ناس متخصصين المفروض يلجؤون لهم أكثر ويسمعون كلمتهم أكثر مو وايد قاعدة تصير فهذه من أشكال مقاومة التغيير اللي أنا أشوفها مو يصيرون طيبين عشان ما يغيرونهم يعني وارد كلامك عدل كلامك عدل بس أنا أقول فيه صح بس أنا أقول يعني إذا توفر حسن النية أول أيام يصير فيه زعل نرجع حق يعني ديناميكية التغيير مثلا ساعات ينصدمون من آرائك من طريقتك في الكلام من وضوحك ساعات بس إذا فعلا أنت قاعد تشتغل بكل تجرد من بهدف يعني مصلحة أولية الناس حتى لو ما تتفق معك تحترمك وتأخذ شوية وقت بس أنا أؤمن بالنقاش الحر المتطور اللي سقفة عالي شوي اللي فيه حرية يعني أذكر في وظيفتي السابقة فتحنا ما يسمى منصة مركز المالي أي شركة المركز يعني فتحنا منصة بس للشباب لأننا قالوا أننا يستحون منكم يعني الشباب يستحون مننا إحنا اللي شوية أكبر بالسن وبالمرتبة يعني الإدارية ما يعبرون وعيد فاتفقنا أننا نخلق لهم منصة بس لهم بس للشباب سواء كانوا متدربين أو صغار يعني سنة ودائما هذول اللي عندهم الأفكار يديدة هم اللي يكلمون لك عن الفنتك يكلمون لك عن أفكار يديدة قطاعات الإقصادية يمكن ما سبق أننا دخلنا فيها ممكن تفيد العميل ممكن تفيد فهالنوع من الحوار أنا أحبه وايد وسهل التغيير وساعات على فكرة يصير اختلاف شديد يعني بين الأطراف بس إذا فعلا الرئيس اللي هو رئيس مجلس الإدارة هو رئيس المؤسسة عنده الصبر والحكمة يثقف الأطراف يعني إذا صار في اختلاف وايد بوجات النظر يمكن أنا أخلي أول اجتماعين ثلاثة مجرد عروض تثقيفية عن خلفية الموضوع اللي قاعدين نحن نتعامل فيه وشن الخيارات المختلفة رح تفاجأ اش كثر عقب الاجتماع الثاني أو الثالث نسبة للاتفاق وشنون فجأة الفكار أعتقد أن هذا شيء مفتقد عندنا أنا أبو عبد العزيز خلال حلقة أريد أن أتكلم عن ثلاث أفكار رئيسية أو شيء نتكلم عن بنية الاقتصاد الوطني كفلسفة تغيير فيها وكفلسفة إصلاح نتكلم عن المالية العامة للدولة وبعد نتكلم جزء خاص في المالية العامة للدولة واللي هو أعتقد أنه ممكن يكون فيه أفكار خنقول وفرص ضائعة ممكن نتدارك بعضها اللي هو موضوع مصادر الدخل في موضوع إصلاح بنية الاقتصاد الوطني فيه إشكالية أظن أبو عبد العزيز تونق عن سولف هذه الأفكار هي أفكار جميلة فيه كثير منها أفكار جميلة ونقول بناء فيه اقتصادي أمريكي مشهور اسمه جون تايلر اللي هو كان مشهور في عنده تايلر رول حق البنوك المركزية تستخدمه جون تايلر يقول مرس له قبل فترة خلال كورونا يعني خلال فترة كوفيد قالوا إيش رايك في تحرك البنك المركزي في هذا الاتجاه الفدرال الأمريكي في هذا الاتجاه فقال كلمة عجيبة أنا عجبتني كثير قال it's a good move but what is the strategy فكان سؤالة قال والله يخوش تحرك بس شنو استراتيجيتهم يعني عشان أقيم أعطي تقييم كامل وواضح شنو استراتيجية كثير من اللي خنقول محاولات الإصلاح حتى محاولات خنقول الإصلاح على شكل عملي جدا مثل إنشاء الهيئات وغيرها كانت محاولات جيدة وأفكار بناء أو حلوة وكذا نفتقد ما سميتها بالرؤية أفكار جيدة بدون استراتيجية أو وجود استراتيجية والأفكار تتبعها وبعدين أنا أعطيك بعض الأفكار اللي كانت تطرح دائما أسميها أفكار غير مكتملة راح أعيك عليها ودي أسمع رأيك في بعضها فأول شيء الفكرة الأفكار بدون استراتيجية أو بدون رؤية واضحة يعني استراتيجية هي خارطة الطريقة يعني هي سلسلة من الخطوات اللي توصلك لهدف نهائي وأمس أنا يمكن قلت أكثر من مرة قصة العدد التنازلي يعني ما يصير عندك هدف نهائي لازم تخلق حالة من التوتر التوتر الحميد بين الناس في سباق وفي خط نهاية وإحنا لازم نوصلها قبل تاريخ محيين وإلا راح نكون ما فشلنا في تحقيق الهدف حضرتك سميتها استراتيجية في خطاب معين بعد يعني خطاب بمعنى أنك أنت عندك رؤية وعندك عناصر والاستراتيجية هذه لازم فيها مفردات هذه المفردات الجملة والعبارة يعني فيها تكلم عن قطاعات تتكلم عن انتاجية تتكلم عن مسائلة تتكلم عن عامل زمني تتكلم عن إطار أخلاقي هي تعلق مثلا بمثاق شرف معين علشان تحقق الهدف هذا هذه كلها أشياء لازم تكون موجودة في حضرتك يعني شوف العلوم الإنسانية ترى كلها واحد يعني كلها تتفق على بس الأدوات والطرق مختلفة فما في شك أنك أنت ممكن تسوي خطوة واحدة مثل ما قلت لكن الاستراتيجية هي سلسلة خطوات فأنت تدخل خلنا أخذ يعني مثال العملين مثلا تدخل في مجال الطاقة النظيفة اليوم لازم تكون عندك رؤية لازم تكون عندك أعطيك مثال أنا كنت الأسبوع اللي فات في مؤتمر هنا بالكويت سووا السفارات الأجنبية مكاتب تنشيط الأعمال الملحقة بالسفارات الأجنبية وكان عددها تسعة فواحدة من أوائل الندوات كانوا مجموعة سفراء من الدول الاصطناعية فيها الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا كلهم سفراء وقاعدين يتحجون كلهم كان موضوع حتتخيل أنا بروح يستغرب سفراء يتكلمون عن موضوع الطاقة البديلة وكل أرياحية وهدفهم وهو الالتزام بالاتفاقيات كوب 21 مالة باريس لانبحاثات الكربونية وكل واحد يتكلم شنو يحققهم من أهداف أنا رسخ في مخي سفيرة لإسترالية إستراليا مثل ما أنت عارف من دولة مصدرة للغاز الطبيعي وللفحم الفحم الحجري ومع ذلك يعني دولة مصدرة والبايز عندها الانحياز للفصل فيه اليوم إستراليا 20% من إنتاجها في الطاقة وهو طاقة متجددة أي وتخيل لما يكون عندك سفيرة وتتكلم كل هالأرياحية معت الخطاب منتشر ومتجد متغلغل يعني في الأوساط السياسية كلها يعني 100% لما يكون عندك السياسي يتكلم بهالأرياحية فما بالك الناس المتخصصين هذا اللي سميت انتشار أو خطاب اللي يكون منتشر في جميع قيادات الدولة بضبط وانا سميته بعد عنقودي يعني انت تبجي بشدي وبعدين ينزل ينزل أكثر وينزل أكثر من رأس الهرم ليه متحد احنا محتاجي اعتقد احنا ما ينقصنا يعني في نفس الإيفنت اللي أنا حضرته كان فيه كلمة لدكتور خالد مهدي عمين حام المجلسة غالة التخطيط والحقيقة يعني العرض كان أنا أشوف حروضه على مدى الزمن يعني قاعدة تطور وتقدم وتقدم شكل واقعي وصريح جدا ويتناول التحديات بقدر ما يتحاول الرؤية يتناول للرؤية المستقبلية يعني فيه أشياء حلوة بالعرض يعني أذكر يعني الأشياء اللي ركزنا عليها وشفتها أمس في حديثنا وفي العرض كلمة الإنتاجية يمكن أول سلايل احنا نبي اقتصاد منتج فمعناها يعني احنا عندنا هالشي مو غائب بالمية بالمية موجود عم ضد اللي يقولون اننا نحتاج قانون يديد ونحتاج هيئة يديدة ونحتاج خطاب كله موجود ولكن احنا لازم نغربل وبعدين لازم يتوفر الدعم السياسي حقها النوع من الخطاب يعني النوع من الخطاب لازم يكون ما بيكون مخالب بس أدوات يعني لازم يكون وهو الطاغي وهو المسيطر علشان يقدر فعلا وانس يحقق الاجماع المجتمعي وبعدين عاد كل شيء ييعقب يروح بهال التجاه يعني انت بتعين مثلا مشؤول في هيئة مطلوب منها انها تنشط التحول نحو الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة عشان نكون أوضح لأن نحن مطلوب مننا طاقة نظيفة أكثر كنفط حفوري انت ما تقدر تيب بواحد مثلا ما عنده مؤهلات يعني في النهاية لازم تيب واحد بهالمواصفات وهالمواصفات هذه إذا انت بالتناول رؤيتك بشكل غامض بتيب لك واحد ما لا شغل نهائي لكن إذا انت عندك وضوح شديد وصورة نقية في المطلوب أكيد بتيب ناس زينة أكيد بتشتغل بهدف زين أكيد انت يعني مشاريعك أولوياتك بالتحدد حسب الرؤية هذه لأنه مثل ما قلنا في عد تنازلي يعني في محاسبة إذا ما وصلت الفنش لاين في أحد رح يحاسبك هذا الشيء المفتقد بالضبط إن زين هذا بعبد العزيزة الحين لغياب الرؤية شفت كثير من مبادرات تطلع كلمات جيدة يعني خنقول براقة حلوة فيها يعني كلام اقتصادي جميل وفيها أفكار طلعت في النص وقد قل هي كانت لها خنقول فكرة جيدة وحدافها خنقول جيدة لكن تشوهت بتشوه أو بغياب الاستراتيجية خنعطيك مثال دعم العمالة الوطنية كان مفروضه يكون عامل لتنشيط تحول من القطاع العام تحول وظيفي يعني لمدخلات سوق العمل من القطاع العام إلى القطاع الخاص القطاع العام القطاع الخاص صار لفترة ثبات طويلة الحين في السنوات الماضية في أعداد العاملين فيه وقطاع العام قاعد يكبر بشكل كبير هل ذلك لأنه لا يوجد دعم للقطاع الخاص لا في دعم العمالة موجود حافز جيد غالبا ولكن هناك نوع من التشوه اللي سار لأنه غياب الاستراتيجية قد يكون هناك تفسيرات أن القطاع الخاص هذا بالضبط ينطبق عليه اللي تفضل فيه مال جون تيلر جيد بمعنى أنه بنفسه خطوة جيدة يعني كنت أشترك بالقطاع الخاص والقطاع المال والقطاع المال من القطاعات المفروضة عليها أكبر نسب يعني بالاستثمار 40% على أيامي بالبنوك 60% وعندك يعني عندك عندك كتلة لاباس فيها يعني من الشباب المدربين اللي حتى بعدين اطلعوا وسبوا مشاريع ونجحها ووصلوا حتى للعالمية هذول وين طالعين كانوا مشتغلين في بنوك وشركات الاستثمار وغيرها لكن كان مجرد موف مثل ما أنت قلت مجرد خطوة فردية ليش؟ لأنه في نفس الوقت الحكومة توسعت في التوظيف وفي الرواتب وفي الكوادر وصار عندك تضخم حكومي وصار عندك حضرتك تطرقت لأنه الصارت الحكومة تنافس الغطاع الخاص بالتوظيف في غياب رؤية تقول أنا والله لازم أخلق مثلا مثلا عشر تالاف خمش تالاف وظيفة جديدة في القطاع الخاص سنويا الشيء هذا مو موجود ما عندك التاركت ما عندك الرؤية أنا أبي القطاع الخاص تكون النسبة التوظيف اليوم النسبة يعني كل شمالها معنى يعني وايد أعلى توظيف الحكومي مقابل توظيف القطاع الخاص أنت لو عندك هدف وبيعنقل التوظيف شوي شوي ويخفف على المالية العامة هالتوظيف اللي أولا مكلف ثاني شيء غير منتج أكيد رح تغير المعادلة فهو دعم العمالة بذاته خطوة جيدة ولكن في غياب الرؤية والخارطة وهو اللي شوي بط نتيجته منزل الشغلة الثانية التوسع في الهيئات الحكومية هيئات اللي ظهرت في الفترة الماضية بشكل جيد وكان هدافها غالي بيت أهداف كانت هداف ممتازة أي يعني بدون ما نسمي كثير منها بس مثلا هيئة الشراكة هيئة الاتصالات هيئات حتى هيئات الناجحة اللي احنا تكلمت عنها كنجاح اللي هي هيئة أسواق المال هي موف في اتجاهها جيد لكن مع وجود هيئة الاتصالات خلنعطيك مثلا مثال هيئة ناجحة وذكرت أنها ناجحة عشان نطلع من الهيئات اللي ممكن نتكلم عنها بشكل سلبي بشكل معين هيئة تسواق المال ظهرت وقت سقوط السوق بعد 2007 2008 أزمة عالمية فسارت زادت الروائح فضيقت أيضا تولد النمو في حجم الشركات المالية في السوق كانت خطوة جميلة وجيدة وهذه هيئة نتعبرها مثل ما اعتبرتها هيئة ناجحة ولكن بدون الاستراتيجية مع وجود هيئة رقابية جيدة وجود سوق خنقل تنشيط السوق الاستثماري في الكويت لا أنا أعتقد سوق يعني سوق الأوراق المالية في الكويت نشيط سوق الاستثمار شركات الاستثمار حتى شركات يعني مسألة أنك أنت تحط بعد الضوابط مو غلط يعني مو شرط أن أي واحد يبي يحصل الترخيص إذا ما عنده الحد الأدنى من المقومات أنه يحصل الترخيص بس أنت يعني شركات المدرجة نمو التداول واستقطاب الأموال الأجنبية الدخول في المؤشرات العالمية أنا أعتقد هذا كله الترثمار فعلا يعني توسر في الهيئات عموما هذه كانت حالة فردية أنا أشوف الهيئات كلها أنا أسميها تعرف لما يقول لك ستارتوب اللي هي شركات الناشئة حتى في الـ دائما نسبة الوفيات عالية الصج هذه حقيقة لأن المخاطرة كبيرة فيها أنا أسميها ذول بعد هيئات ستارتوب الصج يعني وفعلا نسبة المخاطرة فيها أو نسبة النجاح فيها مرتفعة جدا ما لم توفر لها الموارد الاستثنائية من موارد فكرية ومالية وإدارية علشان تنجح وهذا طبيعي إنها تفشل في ظل يعني أنت ما عندك قلنا اتفقنا قبل شوي ما عندك أهداف اقتصادية واضحة وبالتالي من الطبيعي إن هذه الهيئات ما تحقق الهدف الكامل منها لأن مثل ما قلت يعني ماكو استراتيجية ماكو يعني ما بيدخل في أسامي الهيئات هيئة الاتصالات تكلم عن قطاع الاتصالات هيئة الخصخصة أنت تتكلم عن مشاريع الخصخصة هيئة الشراكة تتكلم عن مشاريع شراكة أكثر بالكويت ما في أجندة ما في أجندة اقتصادية واضحة تقول مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحل القومي في هالقطاعات ما في وبالتالي ما في يعني ما في ما في تاريخ الافتتاح مونديال قطر والناس كلها تمشي عليه وعيشها على ما في الفكر هذا فالناس شوية مريحة فتريح مو بس بالوقت وبالطاقة تريح حتى في قضايا الإدارة والمحاسبة والتعيينات لأن الهدف النهائي غائب قبل هناك عمق بنية الإصلاح الاقتصاد الوطني أو شكله في أفكار نحن تكلم عن أفكار هناك استراتيجية أو أفكار غير مترابطة أو غير مكتملة في أفكار خلنا نسميها أفكار عاطفية ترافق الرؤى الاقتصادية كلمات حلوة جميلة تأتي غالبا في ضمن الإطار التسويقي أو حتى تستخدم بعض الأفكار البعيدة التي كلها أسس خلنا نقول فلسفية مثلا لما نقول مشروع التكويت هو يعالج مشكلة رئيسية هي مشكلة التوظيف في البلد وهذه مشكلة حقيقية لكن تأتي مشكلة التكويت بشكل الغير المقيد في كثير من التخصصات يمكن ضيف أحد ضيوف بودكاست الفرص الضائعة كان الدكتور عادل الصبيح وتكلم أن التكويت الغير مبني على كفاءة كان ثكرة جدا سيئة أنا بتعليقك على موضوع مثلا التكويت من باب الطرافة قصة الكلمات العاطفية طبعا نبشه فبراير العيد الوطني وعيد التحرير سبب تقول عيد الحب أنا وعيد الحب بعد كلهم يأيين مع بعض أول مرة اتبه على فكرة الثلاثة مع بعض يعني انت طالع على طار الكلمات شوف أغانينا الوطنية بالسنوات الأخيرة أعتقد عندنا مشكلة باللغاني الوطنية الأغاني الوطنية عادة لازم يكون فيها معاني تستثير القيم العليا عند المواطنين يعني مثل الدفع الوطن العمل التضحية الفداء تعال شوف أغانينا مؤخرا أنا أعتقد قبيلها وقفة قبيلها وقفة حقيقية يعني في بعض الأغاني بالمرة ما تليق بالكويت لا ما تليق بالكويت يعني أول شي يعني فكرة أنك أنت تربط الكويت بلد الخير والعطاء كل الوقت هذا غلط لأنها تدخل باللاوعي عند الناس وتسبب مشكلة في ما يسمى بالعقد الاجتماعي اللي أنت دايما تركز عليه يعني معناها أنا عقدي أنا بس أخذ ما أعطي بالضبط أي قارنها بغاني الستينات مثلا وما قبل لا شيء ثاني تماما يعني حتى غانينا القديمة العرضة والهاضي لا ما كانت شدي كانت أغاني دفاع ومواطنة وبعدين بالعد عقب حدث ولا حرج يعني حتى طلعنا من هذه ودخلنا في شوية أشياء تلامس الكوميديا بالأغاني فبس يعني ذكرتني وأنت تتكلم عن يعني عن الكلمات العاطفية برجع على موضوع التكويت شوف التكويت إحنا بلد يعني في النهاية المفروض ما حد يزعل من كلمة التكويت لأن هذا الطبيعي القاعدة إن المواطن وهو اللي يعمل في بلده أنا كله أقول حق إخوان يعني معني أنا وايد يمكن الساعات أكتب بالصحافة وأدافع عن وليما الحين يعني أدافع عن كرامة الوافد وفرصة وقدرة الكويت على استقطاب العقول العالمية وحتى أمس كنت لك إياها بس هذا ما يمنع إن القاعدة إن أبناء البلد هم اللي يشتغلون يعني ما يصر إنك أنت تجيب مثلا تستعين بخبرات خارجية وعندك ناس طاقات معطلة في مشكلة في مشكلة فأنت تستعين فيهم بالوافدين متى ما استمتذت آخر كويتي عندك آخر كويتي استعملته وحللته ومشكلته أهلا وسهلا بالوافدين وأنا أقول لك الكويت كجي دي بي وكحجم اقتصاد كبير نسبيا وقاعدة سكانية صغيرة أكيد يعني أنا مقاعدة أكون دبلوماسيا للحيد أكيد أنت تحتاج وافدين أكيد يعني بنسبة معينة تتجاوز يمكن حتى الخمسين بالمئة ولكن هذا مو مبرر أنك أنت تهمش الكويتي ولا ما تعطي فرصات تذكر أنا سألتك قلق وجودي وأنت قلت ليش تقصد لما يكون عندك الكويتي عنده وعنده قدرات ويشوف مثلا مو قاعد يأخذ فرصتها كاملة أكيد أكيد لكن هذا ما يمنع أنه لازم يلحب على قواعد النعدة يعني مو لأن كويتي بس يشتغل ويأخذ المنصب لازم يثبت نفسها تنافسيا هالأجواء هذه ما هي ويد يعني ما هي ويد موجودة تلقاها بعدد قليل من المؤسسات اللي فعلا يعني موجود في الكويتي موجود في الكويتي لكن ماكو فرد بالتعامل المحاسبة بالفرص بين الكويتي وغير الكويتي بس الكويتي لازم يفرق نفسها يعني لو تساوى واثنين في كل شي أنا أقول لك الكويتي لازم يأخذه بس إذا في الكويتي أقل لا طبيعي أنك تعطي الوافد الفرصة والمسؤولة ما فيها شي كل العالم فهو توازن دقيق إداري يتطلب لكثير من الحكمة يعني أنا قلت في بداية حديثي اشتغلت في مكانين كاريري كله اشتغلت يعني كفترات طويلة اشتغلت في القطاع العام في الصندوق الكويتي واشتغلت بعدين في القطاع الخاص في المركز المالي في الصندوق الكويتي طبعا كلنا كويتين بس أنا كان عندي فعلا ممكن لنا الأكثرية بس هم كان عندنا أخواننا العرب أخواننا الوافدين وأنا واحد من الناس اللي تتلمذ على أحد الأسابة الكبار الوافدين وأدين له بأشياء وايد كان ما يسمى منتر يعني حتى كان تجربة متقدمة استلمني تدربني خمس سنين من أول يوم اشتغلت فيه مو هذا الموضوع اسمه وضاحش هذا على فكرة ووجه له كل التحية وتمنى له طول العمر كنت هناك أتمنى أني أشوف وافدين شوي أكثر لأنه في حاجة شوي يعني يمكن بحكم طبيعة العمل بعض الخبرات النادرة موجودين لما رحت المركز المالي اللي كنت نفسي أنادي بالعكس مع أنه أسأل كل زملائي من غير الكويتين اللي يحبوني ترى يعني أنا فعلا يعني علاقتي فيهم كل احترام وأدعمهم وكل الفرص بس كنت أحس أن الكويتي محتاج أكثر أول شيء لأنه لها علاقة بجعم العمالة يعني لازم يكون عندي نسب معينة والخانون ما واضح يعني وغير كذلك إن هذا الشيء الطبيعي فهو توازن دقيق توازن دقيق تمنى أن يكون جاوبتك على ممتازك يعني إجابة كاملة بالنسبة لي أنزيل أيضا هناك يعني خنقول sentiment أو عبارات عاطفية تمكين المرأة تمكين الشباب وأنا هنا ما أتكلم عن عن تمكين بشكل عشان أوضح أنا هم من الكلام هذا أنا ما أتكلم عن قضية هي لها علاقة بشيقول يعني بالفلسفة تمكين المرأة أو فلسفة أعطاء مجال للشباب فيه خنقول لكن هني هل المقدم هو الكفاءة والنظر إليها أم هي تستخدم كالتكويت يعني ممكن تستخدم كخطوات منفصلة عن رؤية كاملة يعني هذه الفكرة اللي أريد أقولها إذا عندك أي فكار هو دائما السياق التاريخي وهو اللي يملي يعني تمكين المرأة يعني في دول مثل اليمن الهند اللي عندهم زواج مبكر عندهم شديد خذت شوية مناحي شوية يعني يمكن حادة أكثر من أي مكان طاني وفي حاجة ملحلة بس أنت المجتمع الكويتي طبعا المرأة تاريخيا لها دور شبير يعني في الأسرة في أثناء غياب الزوج في السفر والغوص دائما كانت تتمتع بدرجة محينة من الاستقلالية لم تكن كاملة في فترات كثيرة يعني في أيام كثيرة من السنة وبعدين في السنوات الأخيرة كانت من أوائل السيدات اللي بالخليج اللي اشتغلوا ونالوا حرياتهم بشري فأنا مو قاعد أقول أن أكيد تمكين وأكيد في شرائح بالمجتمع المرأة فيها مظلومة ما عندي أي شيء بس أنا بعد ضد بالشعارات يعني أوشي تمكين المرأة ما يعني نظام الكوتات في مجالس إدارة في العمل ولا عيد بالضبط ولا يعني إدخال غير المؤهلين والمؤهلات بحكم أنها مرأة ولا بحكم أنها شاب ونلعب بالشعارات يجب يعني عدم الاستهانة بذكاء الناس والرأي العام لأن الأمور هذه واضحة يعني أي أحد ما عنده مؤهلات وقل حطيتها في المنصب لمجرد أنها مرأ ولا مجرد أنها شاب لا الشيء الثاني تمكين المرأة ما يعني يتهميش الرجل والتقليل من احترامه يعني وهذا نشوفها في بعض الأوساط يعني حتى يعني أنا أستغرب بعض المؤتمرات مثلا من يقولون تمكين المرأة يبتدون مثلا يتندرون على الرجل يقللون من شأنه يقطون نكات عليه ويصفق الجمهور ويحاول أن يبدأ يعني كأنه متحضر مثلا هذا الشيء هذا اعتقد غلط ويفتقد للذوق واللياقة الرجل الرجل أنا أبو عبد عزيز بدخل الآن عقب ما خذينا فكرة أن الاقتصاد يحتاج إلى استراتيجية هذا الاستراتيجية لا تكون بخطوات أو لا تكون بتطبيق مفرد لبعض الشعارات من زين ما تكون خطوة من هنا وخطوة من هناك إنشاء هيئة أو فكرة دعم مادي في قطاع معين وأيضا ما تكون تجميع لبعض الشعارات التي لها مبررات حتى تاريخية مثل تمكين المرأة وتبكين شاب وخلطها كلها ونسميها فيازم تكون استراتيجية واضحة لها أهداف واضحة الآن نحن بكلمك عن الاقتصاد الوطني الكويتي عندي أول شيء أنت تكلمت أمس وراحييلة في المرحلة الأخيرة من رقائنا اليوم اللي هو موضوع دور القطاع الخاص نحن راح نروح أقدر قطاع خاص شنو يحتاج القطاع الخاص في الكويت عشان أنت تكلمت أن القطاع الخاص يجب أن يقود اقتصادنا الوطني تقليل حجم الحكومة شنو يحتاج هل يحتاج بنية تشريعية معينة أم حاجة للتمويل يعني مثلا البدايات مثل ما تكلمنا أمس أو في الحلقات الماضية عن أن في بعض المشاريع بدأتها الدولة ومن ثم خصصت أو حولت للقطاع الخاص ولا هناك حاجة لبنية تشريعية ونقول تبسيط إجراءات وخل القطاع الخاص ينطلق شونا تعتقد أكثر حاجة للقطاع الخاص هنا اليوم في الكويت يحتاج بنية تشريعية أو حاجة للتمويل أو شي يحتاج القطاع الخاص لسياسة لتنشيط الاستثمار بالداخل تذكر قلنا في فجوة بين الكويت والكويت بمعنى أنه كبار المؤسسات مثل هالعام الاستثمار والصندوق الكويتي مساهماتهم كبيرة عالميا وترفع الرأس يعني ما نحتاج بالعكس نبيل مزيد منها لكن لازم الاستثمار بالداخل يعكس يعكس صورة الكويت بالخارج يعني القطاعات اللي تدخل فيها المبادرات العالمية اللي تدخل فيها الجامعات اللي تدخل فيها ف لازم يكون فيه ربط لازم يكون فيه ربط بيننا اثنين ولازم يعني قد ما تكون هالمؤسسات هذه مهيكلة بحيث انها تستثمر في الداخل والخارج مع بعض لان كل شيء يعني الاستثمار الخارج يبيلها تدريب ومهارات غير الاستثمار بالداخل وبالتالي يعني مؤسساتنا الداخلية وانا اعتقد في مقدمتها الاحتياط العام الاحتياط العام اللي فيه هاي العام الاستثمار يمكن لازم شوية تعاد هيكلته يا جزئيا يا جذريا ما ادري بحيث انه ياخذ الاستثمار في الداخل بشكل منهجي اكثر هو قاعد يسوي شديد ولكن بشكل متقطع اي ففكرة انه كنت تستثمر بالداخل خلاص يعني القاب قاعد تكبر يعني انت قاعد تكلم ان الحكومة تحتاج انها اهيت يعني خنقول لا تنقل يكون في سياسة الاستثمار بالداخل يعني ضربت مثال قلت لما انت تتخرب من بوادارات العالمية لتقليل الانبعادات الكربونية من غير المعقول انك انت تكون سخي ويصف يقول لك يعني عالميا ويكرمونك يعني كهيئة عام الاستثمار يعني لا صار لك خطة بهالموضوع لا دربت كوادر لا انشأت قطاعات في شيء مو مضبط فلازم لازم القاب هذي ما تكبر لازم لازم يعني انضيقها بقدر الامكان هذا هذا وفي انت جوابا على سؤال كله بتقول شيء خلينكمل على هاي النقطة اي وبعدين يعني في تشوهات من القطاع الخاص يعني مع ذهلا المنافسة تركز مثلا يعني مثلا المناقصات في عدد من المشاة مثلا عدد قليل نسبيا من شركات وغيرها لازم توسع شوية بس ايضا مو شهلة لان لازم الاجهزة الحكومية مثل لجنة المناقصات المركزية وغيرها لازم تكون فعلا مستعدة لهالنوع من التوسع لان هذا يتطلب كوادر ومجهودات اكبر انت بدل ما تنقص تنزل مناقصات بحجم معين يمكن تقسمه على اثنين وثلاثة وتاخذ عدد اكبر من اللاعبين يمكن تدخل مشاريع صغيرة وتبتدي الدخل مشاريع صغيرة في ما يسمى بالصناعة او صناعات المستقبل هذه كلها يبينها تدريب من نوع خاص ما يبيوم وليلة لازم تكون مهيئة في اجهزتك اللي بالتوريدات والتعاقدات بحيث انك انت تسوي ما يسمى بالتركل الهرم هذا يبتدي ينزل 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 ويدخل يفيد شرائح اكبر من الشباب هذا الشيء مفتقد انا اسمي تشوهات القطاع الخاص يعني موجودة تكلمنا عن الاجهزة تكلمنا عن سياسة الدولة في الاستثمار بالداخل وتبقى الرقابة يعني انا اعتقد مثل ما قلت احنا بحاجة لنهضة رقابية خارج القطاعات اللي يعني خارج القطاع المالي محتاج طفرة رقابية في باج القطاعات علشان تقدر تقوم دورها على الوجه الصحيح واولها التعليم مثلا تشوف جامعة الكويت والرانكينج مالها اليوم بطلا اي اي انزل خلنا شوية نروح تجاه متطرف خلنا نتطرف في الموضوع يعني اليوم انت تتكلم انت حين كل اللي قاعد نطرح اليوم هو وضع رؤية للدولة في المجال الاقتصادي النظرية الرأسمالية خنقول بشكلها الكامل انزلين ترى ان انت كدولة المفروض ما تدخل تخلي السوق يعمل وهو يضع آلية او خنقول بشكل من اشكال يحدد هو رؤيته وفقا للعرض والطلب وفقا لقوانين انزلين اذا احنا دولة نحتاج انتوسع فيها القطاع وهو في القطاع هذا المفروض يكون عمل السوق والدولة تكون هي مجرد اول شي ضامن للأمن العام والسلام العام وايضا في حالة الكويتية يمكن ضامن لخنقول المنافسة ضامن للرقابة على الاموال يعني الامور الرئيسية في ضمان تدفقات الاموال وغيرها هذا تعتقد هل هذا ممكن يكون شيء فكرة موجودة يعني يعني ونخلل القطاع الخاص هو المبادر روح شو بتسوي نسوي احنا نضمن لكم خنقول بيئة ماشي بس انا يمكن يكون لي راي غير راي غير راية فيعني هذي ايديولوجيات احنا نحاول يعني نبتعد عن الشخصانية ونقول يعني مثلا نبي نبي شيء يناسب سياقنا التاريخي ويناسب احتياجاتنا اثبتت التجارب العالمية وحتى هنا ان القطاع الخاص او كان الرئاسمالي مثل حصان الجامح يعني ممكن يوديك بعيد بس لازم انت تسيطر عليه وتودي الانتجاه صح مسألة ان يعني قطاع خاص بدون بدون رقابة اعتقد يعني ما حد سواها يعني حتى في الدول اللي اللي اخترعت الرئاسمالية مثل بريطانيا وامريكا اللي هدوة للاقتصاد الحر بالدرجة الاولى تعال شوف الرقابة يعني احنا قاعدين تعلم الرقابة منهم وقاعدين ننادي بشيء يعني اكثر من شذي او كان عندك الناس اي سي ولا الفد ولا هذا فهما يمشون يدا بيد يعني نكلم عن الرؤية بو العزيز مو بس رقابة يعني ان الرؤية اي قطع ركز عليه مثلا او اي قطع الاستهلاك الرؤية حضرتك اي اي انا فهمت سؤالك مثلا يعني خلنا شوف اقتصاد شوق وين يبيروح احنا قلنا احنا مجتمع استهلاكي يعني احنا انحيازاتنا بما يسمى بصناعات المستقبل ولا قطاعات المستقبل وبالتالي اذا تركناها للجمهور وللذوق العام لا اكيد يعني لازم الدولة يكون لها دور في التوجيه بس بشرط تكون مؤهلة يعني تكون تمت اعادة هيكلتها بشكل معين انها تكون عارفة بالضبط وينت بتروح رسم السياسات هذا من 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 افجديات العمل السياسي الصحيح يعني ما تقدر تقول انا دولة سياسية ولا اجهزة سياسية وما ارسم سياسات امرها ما صارت انزل وعدو عزيز احنا تكلمنا شوية عن اصلاح بنية الاقتصاد الوطني طلبنا كثير من امثلة قلنا ان هناك يجب ان تكون استراتيجية وليست قضوات تكلمنا عن ما يرافق من افكار معينة تكلمنا عن دور القطاع العامة انت ذكرت نقطة ان اول خطوات الاصطلاح في المالية العامة في اخر احد حلقاتنا قلت هي الخسخصة المنضبطة لو ابيك تلخص لي فلسفتك في الخسخصة المنضبطة اللي سميتها في شيء بسيط يعني ممكن تشتعليها بساطة جديدة شو الخسخصة المنضبطة ان خسخصة بدون رقابة ما يمشي الحال تمام اي يعني الخسخصة تسبقها رقابة بتخصص مرفق معين قبلها بخمسة سنين اتطور الجهاز الرقابي اللي بيخصص يعني ما اللهم مني يمكن المشاهدين وانا اكرر ما عندنا لتجربة وحدة والحمد لله انها ناجحة اللي هي تجربة سي ام اي وخصصة المورصة ما عندنا شيء ذالي باجي قلت لك جهاز الشراكة وكهرباء الزور هذه تجربة نادرة والنادر لا يقاس عليه من جهاز الشراكة بس انا هذي يعني تنهض بالمرفق بتخصص التعليم طبعا انا ضد تخصص التعليم بشكل كامل وانا من دور المدارس الحكومية كمكون اساسي ورئيسي في العملية التعليمية بس انت بتتوسع في عملية خصصة المدارس ما يصير انه يعني ما تنهض بالجهاز الرقابي التربوي على هذه المرافق ايه انزل جمعات لكويت نفس الشيء شون الافكار للاصلاح طويل امد للموازنة العامة هل هنقول تقليص حجم الحكومة اللي يقرأ موازنتنا واضحة وايد يعني بروح اتكلم عن نفسها على جدا من الحين الخطوط رئيسية حق سنة 2019 24 ارادة النفطي 17 الغير النفطي الاثنين ليما الحين يعني بالنسبة والتناسب الإرادة النفطي ما زال رغم الحديث والخطاب اللي ما يتغير صار لعقود عن تنويع مصادر الدخل ما سوينا شيء ليما الحين بالنسبة للرواتب 15 مليار تشكل 57 بالمية من جمالي العنفاق الدعم 9 بالمية المصار في الرأس مالية 9 بالمية مليارين واخرى 3 مليارات والعجل اللي وصلنا لعجل قياسي فمن الواضح ان اول شيء الرواتب لازم التضخم هذا لازم يعالج لازم يكون عندك اهداف مرحلية طويلة الامد 57 يعني خلال لازم تعطلك اهداف ومايل ستونز يعني خلال 10 سنوات انت بـ 57 47 مثلا ولا 40 بس هذا ما رح يصير بروحه الا اذا انت اخذت اجراءات رديفة التعلق بالاستعانة بالقطاع الخاص بشكل مدروس ويعني بالرقابة اللي لازم التواكب ها المشاريع الرئيس مالية لازم يكون فيه استثمار اكثر في مشاريع البنية التحتية لكن استثمار مجدي ومدروس وبعدين هدر الهدر احنا عندنا ترى هدر وايد شبير عندنا هدر وايد شبير في كل شي في كل شي يعني من المصاريف الادارية الى المشتريات الى اشياء حضرتك قلت شيء وايد جميل في الحلقة الاولى وهو اشكلت الفساد الذي لا يقوم به احد اي الذي لا يقوم به احد بالضبط هذا اللي قاعد يصير السيستم نفسه فيه هدر حتى لو فرضنا حسن النية بالضبط اي وبالتالي هذا لازم يتناول الطريقة يعني مدروسة ومنهجية وبالحوكمة الصحيحة يعني لا توقع من احد مستفيد من هالنوع من الصرف انه يوقفه دائما سيكون عندك مقاومة مثل اللي انت تكلمت عنها فلازم انت بشكل خارجي لكن مدروس ابو عبدالعزيز انا بحاول اخر محورة اتكلم عن مصادر الدخل الموازنة العامة وعندك خبرة في مجالين ودي اتكلم فيهم الخبرة الاولى في مجال النفطي كونك عضو في الكي بي سي وايضا في مجال الاستثمار الاجنبي المباشر فبابدأ بالمجال النفطي ابو عبدالعزيز في احد اشكاليات اللي اطرحتها الموازنة العامة مؤخرا هي اشكالية تكلفة الانتاج من زين اي شنو الاشكالية هني ليش احنا يعني حين قاعد تصير عندنا اشكاليتين اشكالية الانفاق الحكومي اشكالية ان تكلفة الانتاج قاعد تزيد طبعا مع تقلبات اشعار النفط هذا امر ما نقدر نتحكم فيه لكن نخنقون نتحكم احنا بثان في تكلفة الانتاج شنو الاشكالية الرئيسية عندنا شوف انا يعني فيه اشخاص انا في النهاية يت للقطاع النفطي بس انا ماني متخصص نفطيا ففيه ناس مؤهلين اكثر مني بس انا اقول لك من زاويتي اللي اشوفها طبعا تكلفة الانتاج بحد ذاتها اعتقد احنا يعني لا بس فيها في النهاية احنا دولة نفطية والله حبانا بالنعمة هذه والتالي يعني عندنا درجة محينة من التنافسية يعني لا بس فيها في تكلفة الانتاج لكن اتي المشكلة طبعا في لما كل ما دخلت الآلة في الموضوع ودخل العنصر البشري تبتدي عاد عندك مصاريف الانتاج الادارية اللي 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 تأثر على ما يسمى بهوامش التكرير إذا انت تتكلم عن مصافي فالرواتب والمصاريف والمصاريف الأخرى والبدلات هي اللي اللي تبتدي عاد ترفع تكلفة الانتاج واللي محتاجها ترشيد اي انا يعني اروح اتجاه همان ثاني موضوع المنتجات النفطية اي يعني طبعا ما عندي علم كبير في الموضوع هذا بس اسمع من كثير من المتخصصين النفطيين انه يكون الكويت لها قدرة في التوسع في مجال الصناعات النفطية اي ليش هذا الامر ما قاعد يتوسع شنو المشكلة الرئيسية هي المشكلة قرار في داخل المؤسسات النفطية هل هو قرار سياسي في عدم التوسع هل هو اشكالية التعقيدات الاجراءات الحكومية وغيرها شوف اعتقد ولا هو مبالغ فيه اصلا موضوع ما بيقول مبالغ فيه ودافع وايد بس اعتقد انه في درجة معينة من درجات التوسع قاعدة تصير هل هي بالسرعة المطلوبة ما ادري وهل هي المطلوبة هي لو توسعنا في المنتجات النفطية هذا فعلا سوي لنا طفرة في الإيرادات الحكومية ولا هي مسألة مبالغ ايضا في تقدير إيراداتها وتأثيرها يعني اريد اقول لك فيه ناس مؤهلين اكثر مني بس انا اللي عارف انه فيه طلب عالمي على المشتقات النفطية ولكويت لها يعني مبادرات ولها يعني مصفات الزور يعني لها دور في كان اخر المشاريع يعني هنا اود ادش بموضوع انه عندنا فرص ضائع يعني انت ابسط شي انك انت تقارن نفسك مثلا مع دول الجوال الخليج يعني اعتقد اننا سابقين شوية في مشاريع المشتقات البترولية ما في شك وانت يمكن قعد تنطني يقول لك عن الداو انا ما كنت موجود ايام الداو لكن يعني اعتقد انه انتهى بطريقة مؤسفة وما كان فيه حتى اجماع تسمع تصريح من كل مسؤول مختلف عن التصريح الثاني ومن مراقبتي البعيدة انا وقتها ما كنت طرف في الموجود يعني تحس انه كان القرار السياسي اكثر منه في موضوع الاستثمار الاجنبي المباشر كعائد احنا نتكلم عن عوائد ومصادر دخل سواء كانت للاقتصاد او للمالية العامة فهو مصدوق مباشر لكن الاستثمار الاجنبي المباشر ودخول مستثمرين اجانب في الكويت هناك دائما شكوى دائما من في هذا الموضوع اول شي في جدوى يعني انا بتكلم عن جدوى كثير من الناس بعض المراقب يقول ما لا جدوى كبيرة خصوصا في غياب النظام الضريبي فعال ممكن يدشمن خلال شريك كويتي وطريقة معينة ولا هو مجرد وجوده هو سؤال مشروع لان الكويت كدولة فوائض للوهلة الاولى تقول احنا ليش نحتاج استثمار اجنبي هو سؤال مشروع بس اللي حطوا الاستثمار اجنبي من اول ايام قالوا احنا نبي استثمار اجنبي عشان يحقق لنا شيء بالدرجة الاولى اللي هو ما يسمى بالنو هاو يعني توطين المعرفة بشكل تنافسي من خلال شركات عالمية وشراكات عالمية وانا اعتقد الهدفين مشروحين يعني انت لما تربط تربط هالهدفين باللي قاعدين نقوله احنا عن شوية حالة الركود المزمن اللي صار لها فترة طويلة تراجع الادارة العامة محدودية القطاع الخاص حلو ان يكون عندك شركات عالمية قاعدة تشتغل هنا وتيب أفكار يديدة مشاركة في المخاطرة وتشارك في المخاطر وتكون يعني دليل ثقة صحيح هذول يمكن يعني 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 يحصلون على اعفاءات ضريبية اذا حققوه الهدفين بس في المقابلة انت خلقت وظائف ونقلت معرفة السؤال يعني ليه حد تحقق هالشي يعني ما اعتقد بالسنوات الاخيرة الامتي كان ما عندي اخر الارغام بس لحد انا ما تركت ما كان يعني ما كان في نمو والشراكات يعني في مشاكل وعوائق لا تحصل من الجهات الحكومية واعتقد اللي هذا هذا اللي قاعد يثبتهم يعني من القدوم لنا احنا عندنا ما يسمى انا سميها الدبلوماسية الاقتصادية يعني كنا نروح اوضا ونروح مؤتمرات ولندل وسيليكن فالي وانتكلم ونسوق حق الكويت وان كان انا ولا غيري وبعدين لما نرجع ونشجعهم ويون نحس بالحرج لأن بيئة الاعمال مو فعلا مثل ما احنا تكلمنا فهي التجهة الاستثمار هي مجرد بوابة يعني بوابة واعتقد يعني قاعدة تساوي اللي عليها بشكل معقول ولكن نجاحها مرتبط بنجاح الجهات الاخرى وقدرتها على تحقيق رؤية اقتصادية معينة اتبناها القيادة السياسية وهذا شيء يعني مو عيد موجود ابو عبد العزيز كانت هذه حلقة دسمة من سلسلتنا في بودكاست الفرص الضائعة خذينا فيها كمية كبيرة من نقول الطرح الفكري ان شاء الله تكون حلقتنا الاخيرة في هذه السلسلة حول اجندة عملية للاصلاح اشكر لك اول شيء حضورك واذا فيه اي شيء يودك تختم فيه قبل الله نختم الحلقة انا اشكرك على الحوار الشيء واشكر الراي والاخوان وفعلا يعني ما في موضوع انك انت اتمنى الحديث عنه ما اعطيتني فرصة للحديث عنه بشكل بشكل مستفذ شكرية فيعطيك العافية واشكرك واشكر الاخوان نشكركم جميعا اعزائي المشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة من بودكاست الفرص الضائعة وان شاء الله نلتقيكم في الحلقة الاخيرة من هذه السلسلة والتي تناول الفرص الضائعة في الاقتصاد الكويتي لكم كل الشكر ونراكم على خير اشتركوا في القناة